هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صامو طاعة للرحمة صامو طاعة للرحمة سباح الخير عليكم الزينات ومسل الخير عليكم كراكم دايرين لبس ان شاء الله قاعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير خوتي وخواتي وخالاتي وجميع امهاتي ربي يحفظكم ان شاء الله اليوم ان شاء الله سنشارك معكم مني كوكا احتضر بينكم على هذا الغياب سمحوا لي يا البنات كي نكون شوية مانيسافة نبغي شوية مبعد حتى نعود نريكي بيري طاقتي باش نبدلكم توجو غير الطاقة الايجابية داكوغ الي من شاء الله يا ربي رح نشارك مع اخواتي توجو غب العجينة المورقة ديميني كوكا ملح بزاف في رمضان يعني كمقبلة كفطائر يعني روعة 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 يا البنات جاوب بزاف ابنان مقرمشين واحدة لحطة روعة مع الحريرة مع الاسود جاوب بزاف بزاف هايلين اذا البنات نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هنا العجينة المورقة راني خدمتها في الفيديو ليفت أعلى غلي ما شفتها رح نخليها لك اخر الفيديو يعني كي تكملي هاد الافيديو راح يخرج لكم وربع صغير في الوسط فيها العجينة المورقة تدخلي فيه ايديك مباشرة للفيديو تعال العجينة المورقة داكوغ البنات اما اللي شافوا الفيديو معايا هنا يا كي خدمنا العجينة المورقة خدمت لكم زوج كيلو كيلولو والدرنابي كيلو الزاوج اكسمته بنزوج و هذا التصوير قدرته في نهار واحد ثم هذا الكيلو الزاوج اكتحته بنزوج اديت منه غير ارطل كما شتو رح يكفيني و يخرج لي كمية ما شاء الله سيختو في رمضان يعني ما ناكلوش بزاف حلتها كما كنت شوفوا غير بالفارينة بزاف سقسوني المرة اللي فاتت فارينة ولا انشاء نقولكم تقدرو ديرونشا مئة نادرة الفارينة يعني تقدرو ديرونشا هكذا ونحلها حوالي نصف سنتيمتر يعني خمس مليمتر هكذا لانو راح نديروا واحدة فوق واحدة وهي اصلا تطلح فيها لاليفيخشي ميك يعني جيهايلة كما راكم تشوفوا كما نحلو السابلية تقريبا ونكتحب هذا المربعات صغر بالطابحة على السابلية باش تخرج لي يعني في الشكل كما الكوكا اللي بيها قوت لكم دي ميني كوكا هكذا البنات وننطبحها كامل هنا راح ننركز لكم على ليشويت البنات تاع العجينة المورقة بزاف ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا معا هنا شوفوا اطويتها بين زوج مدام عندي هنا شوية تاع العجينة كما نقولوا راهي شابة نحاود نحلها هكذا ونحاود نطبع يعني نبروفيتي منها قبل منطبق العجينة تاعي ونحاود نندي منها زوج حبيت راحضوا معي البنات لانه العجينة المورقة تخرج بزاف ليشيت وكاين بزاف لي ما يعرفوش يتعاملوا معا هم هكذا مراني راح نحاول لان خليهم يرتاحوا العواله نطبقهم هي شرط متعجنوش يعني طبقي كما كنا نطوو فيها في الخدمات تاحقع في البداية منتخدمي لاباتفايتي ونقعد نطوو فيها هكذا زوج طيات تقعد تطوي وتعاودي تطوي ومن بعد تحليهم عادي تحليهم بالحلال عادي الليسونسيال ما تعجنيهاش ونعاود النقطة هكذا مربعة بهذه الطريقة ويخرجوا لك مورقين وكيمة العجينة يعني نفسها هنالبنات كان باقي لي منهار اللي ذات للكم اللي بولوفوغا بقاولي شوية تعل هذو لي شويت وقلت لكم غاتي تشوفوهم في الفيديو الجاي ايبا هذو هم عاودت جبتهم كديرتهم في الثلاجة عاودت جبتهم وراني راح نحلهم معادي طبقتهم يعني كي جوت لموهم برق طبقوا متعجنوش وتغلفوهم تخلوهم يرتاحوا سينو تخدموا فيهم بهم فم فم لكو محتاجينهم يعني مشي شرط يرتاحوا حتى الاخر قطعة كم تشوفو فيها ها هي خرجتها ها هي كما هكا البنات درت نصف القطع يعني خرجت لي هنا تقريبا ستحشن حبة درت النصف يعني ستحشن حبة تحكوكات ما تنين وثلاثين قطعة اذا درت 16 في السنة و 16 خليتهم في سطح العامل باش نغلق بيهم المهم تحطوهم فوق بابي في فوق ورقة طبخ هذا ناني ديجا طيب تفوقها كنت طيب تفوقها اللي بولوفوغا كي مشتو في الفيديو السابق على بيها را كنت شوفو فيه شوية تعليدة يعني كنت ديجا طيب بيه هكذا البنات درت شوية على سوستومات انا هذي تحبيتزا كنت خادمة وباقي في الثلاجة يعني كنت تعرفوا لاصوستومات احبيتزا فيها شوية زعيترة فيها شوية ثوم طماطي مصبرة يعني لاصوستومات احبيتزا اهي باينة صحة البنات درت شوية في الوسط وفي الجوانب ضروري ندهنوا بالبيض دهنة خفيفة بالبيض ونضروا جبن مبشور ولا تجب اي جبن تحبوه انتوما ولا يكون متوفر في الدار ونعاود نغلق بقطعة واحد اخرى إذا البنات بعد ما كملت عمرت كامل الحبيبات تاعي واغلقتهم كما كنت شوفوا تغلقوا مليح في الجوانب باش هاذاك البيض اللي كولينا بيه ينسق في العجينة والجينة يعني الحبة تاع الكوكا جينة يعني مغلوقة باش يجي الشكل التاحاش باب تغلقوا مليح مليح من الجوانب كما كنت شوفوا راني ضغطة بياه ندهن كامل حبيبات تاوي بالبيض حبة بيت كاملة نخلطها يعني ما ديروا شغل السافر باش ما نحرق لكمش الوجه تاع الكوكا ونبعد نجيبوا الموس يعني هذا تاع المجيلات وندير بيه خطوط كما راكم تشوفوا خطوط يعني ثلاثة ولا ربعة يعني يجي الشكل التاحاش باب بزاف بزاف الخطوط تديروهم فوق البيض يعني مشي قبل ما تدهنوا حتى تدهنوا باش تديروا هذوك الخطوط اهنا البنات راح نهضر لكم على الطياب التاحة الكوكا اهم العجينة المورقة اهم حاجة فيها هي طياب اول حاجة هي تحتاج الحرارة درجة حرارة عالية يبقى تحمي الفرن تاعك على اعلى درجة ينجمعها من الاعلى ومن الاسفل ودخليهم كتشوفيها طلعت هاد الكوكا طلعت ولا اي بات فيوتي طلعت تروحي تديري النار متوسطة خدش كنت خليها غير زايدة غير طيب وغير ملفوق وملتحت وملداخل تقعد خضراء كتشوفيها طلعت الحجم تاع العجينة المورقة انتفخ فما تروحي تنقسي لها ديريها نار ناقصة باش الطياب يدخلها من الوسط وليش تيها حمارة بزاف من الفوق وحسيتها مازا ما طابتش فما شتديري تطفي من الفوق وتخلي النار قليلة ملتحت باش هذاك السهل يوصلها من الداخل واتجيك الكوكا طيبة من الداخل ما تجيك العجينة من الداخل هذه اهم حاجة نركز لكم عليها هي طياب يالبنت لابات فيوتي هي مشكلتها هي في الطياب التي عرفت طيبها يجيك شابة ومورقة ما عرفتش طيبها يجيك من فوق مورقة وملداخل مع الجمه هذه هي البنت الميني كوكا تاعنا ان شاء الله يا ربي عجبتكم جيت بزاف بزاف بنينة ستقوني يا البنت معلي كنت صايمة ودرتها جيت روعة روعة يا البنت ومازال مكمل للكم في الحشو تعليف ولوفون وقع يعني راني جايتكم بالوحدة واخدوا ان شاء الله يا ربي راح نحط لكم مائدة بسيطة بسيطة يعني هكذا عادية نتاع مائدة افطار كما نقولو بما انو قلت لكم راني سايما حضرت لكم يعني طاولة تعي صورتها لكم ملأة للزاد ان شاء الله برك تعجبكم وتستفادوا منها غدوة ان شاء الله يا ربي اذا حيان الحي القيوم اذا حبيبات قلبي في الاخير ما تنساش جم جمولي جم جمولي والابنات اللي دخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غالياتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته